شكرا جزيلا لك يا سيدة الرئيسة أود أن أشكر نائبة الأمينة العام روز مريدي كارلو لبيانها ونتظل عقدما للاستماع إلى بيان السيد جروسي بريطانيا وشركاؤها دعوا لعقد هذه الجلسة الطارئة لأن القوات الروسية أمس اعتدت على أكبر محطة نووية في أوروبا نحن ممتنون للأطفائيين الأوكرانيين والسلطات المحلية الذين سيطروا على هذه النيران والذين عملوا ببسالة لضمان سلامة هذه المرفق النووي نحن ندعم عمل الوكالة الدولية للطاقة الثرية في أوكرانيا ونحن ممتنون لأنهم ذكروا أن أي من الأنظمة أو أنظمة السلامة قد تأثرت في المحطة وأنه لم يتم إطلاق أي إشعاعات من هذه المحطة أيها الزملاء هذه المرة الأولى التي تعتدي فيها الدولة على محطة نووية عاملة القانون الدولي يتطلب حماية خاصة لأي مرافق نووية ومن الصعب أن نرى كيف أن أعمال روسيا تتناسب مع التزاماتها بحسب المادة 56 من بروتوكول اتفاقية جنوب يجب لا يتكرر الأمر حتى في وسط عدوان روسي غير شرعي على أوكرانيا يجب أن تستمر روسيا في حماية المحطات النووية أيها زملاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بالأمس أن العملية العسكرية الروسية الخاصة أو كما يدعوها الجميع بالحرب تسري بحسب الخطة جميعنا من حول هذه الطاولة يعرفوا أن الأمر ليس بصحح الرئيس بوتين قد اخطأ في حساب قوة وشجاعة وبسالة الشعب الأوكراني في وجه عدوانه ولقد استخف بالإدانة العالمية لأعماله 141 صوتا في المجلس الأمن وعقوبات غير مسبوقة على روسيا أظهرت قوة الاستجابة الدولية لما حصل في أوكرانيا كل يوم تستمر فيه هذه الحرب والدمار الذي يحدث في أوكرانيا والمعاناة التي يتعرض إليها الشعبين الأوكراني والروسي بالإضافة إلى الخطر التي يتمثل للسلامة والأمن الدوليين يتزايد يجب أن يتوقف والوضع وندعو روسيا لإنهاء كل أعمال العنف وبسحب قواتها وبدء مفاوضات السلام الجدية شكرا لك سيدة الرئيسة اشتركوا في القناة